أحييك مرة أخرى بشير وهلك أن تحدثني عن تفاصيل أو جديد ما يحدث لديك في قطاع غزة أصعد الله صباحكم يعني قبل قليل وقبل خمس دقائق بالضبط من الآن نفتت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق الفلسطينيين في مخيم الشاطئ للاجئين مخيم الشاطئ هو من أكبر المخيمات وأكثرها اكتزازاً بالفلسطينيين قصفت هذه الطائرات منزلاً مكوناً من سبع الطوابق فوق رؤوس ساكنيه لازالت سيارات الأسعاف والدفاع المدني والسيارات الخاصة الفلسطينية تتحرك في هذه اللحظة وتقوم بنقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي حيث نتواجد سيارات الأسعاف أكثر من مرة هرعت وتعود إلى المكان لنقل أعداد كبيرة من الشهداء ومن المصابين وإخلاء المنطقة يعني حسب ما تحدث لنا شهود العيان الذين جاءوا من تلك المنطقة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قامت قبل أقل من عشر دقائق بإطلاق صواريكها اتجاه منزل في داخل هذا المخيم المقتض بالسكان الفلسطينيين فدمرت المنزل المكون من سبع الطوابق كل طابق كما تحدث لنا شهود العيان يحتوي على شقةين نتحدث عن أربعة عشر وحدة سكنية هذا المكان مخيم الشطء كان يدجأ بعض الفلسطينيين الذين هربوا من نيران القصف إلى هذا المخيم للإحتماء بداخله نظرا لأنه لم يكن يتعرض للقصف عندما بغرت هذه الطائرات هذا المخيم بالقصف أوقعت عدد كبير من الإصابات والشهداء لعلنا نشاهد ونرى أن الإصابات لا زالت تتحرك والسيارات المدنية الفلسطينية لا زالت تنقل المصابين والشهداء إلى هذا المخيم يعني ما تقوم به إسرائيل هو مجزرة حقيقية بحق المواطنين الفلسطينيين الذين يأتون إلى هذا المكان يعني يبدو أن هذا التعمد للسداف هذا المنزل البشير يعني أدى إلى عدد كبير من الإصابات كما نرى من كثرة عدد سيارات الإسعاف التي تنقل هؤلاء إلى مستشفى الشفاء لديك هو عدد كبير من الإصابات والشهداء وليس فقط في المنزل المستهدف أيضا المنازل المحيطة بهذا المنزل تضررت لأن البيوت متلاسقة وعادة ما تكون بيوت المخيمات الفلسطينية هي بيوت قديمة وضعيفة نوعا ما وبالتالي أي استهداف إسرائيلي بداخلها سيوقع ضرر كبير بمكان واسع من المواطنين الفلسطينيين نحن نتوقع أن تكون الدربة التي سمعنا صوت انفجارها بشكل قوي هز المكان يعني مخيم الشاطئ لا يبقى قليلا عن مخيم يعني مخيم الشاطئ يسأل يعني مخيم الشاطئ هو مخيم مليء بالمنازل الضعيفة وهذا ما يوقع عدد كبير من الضحايا والمصابين يعني نحاول استطلاع أكثر للصورة من خلال بعض أشهود العيان الذين يأتون إلينا أو من خلال ما يجري هنا نلاحظ أن الكمية التي تصل أو النسبة الأكبر التي تصل من الإصابات ومن الحالات التي تصل إلى هذا ونرى مباشرة معك بشير وأنت متواجد سؤال شكرا